لو خرجنا من رمضان من غير السلام ده كتير من الناس مش هتحس بالميلاد الجديد ومش هتحس يعني ايه رمضان شهر السلام احنا بنتكلم عن سلام الغرق في فضل الله وهنا بتقابلنا آفة الناس بتعملها في مسألة الحساب الختامي الحساب الختامي يشوفوا عملوا قيوه في رمضان فمع الحساب الختامي تسري اليهم آفة تبقى زي سم السيانيد كده تسري في أعضاء الإنسان وتفسد عليه علاقته بالله رسول الله سلام قال للسيدة عيشة لا تحصي فيحصى عليك صاحبنا بيحصي بيحصي ليه عشان الآفة دي آفة إدمان المكافآت آفة إدمان المكافآت دي مش بتظهر بس في رمضان لكن ده ليها امتداد في كل حياتنا وفي أفكار بتساعد على إدمان المكافآت زي فكرة أن من حقي أمتع نفسي بعد تعب أو بعد إنجازه ونجاحه أنا وصلت له فممكن واحد يدمن مثلا الشوبينج واحدة أو يدمن مثلا الجيمز أو لقدر الله يدمن الأشياء المحرمة فالإدمانات دي تخليه يقع في الإفراط اللي يؤذيه وكمان يهدر حياته والتفريط اللي بيخليه يفرط في الواجبات اللي عليه ويهرب من مسؤولاته ويعيش في تعاسل إنه خرج من إنه هو يعيش بنظر مولاه ويترك سلام العيش فيه والغرق في فضل الله واحدة من المشكلات في إدمان المكافآت إن هي من الوقت مع الوقت ومن الوقت اللي إنسان بيدمنه بتخلي الإنسان ما عندهش قدرة على تحمل الألم ويكون ما عندهش مناعة أو صلابة نفسية وينسى خالص إن الصبر بيوصل الإنسان إلى درجة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فأول ما يلاقي أي صعوبة في أي شيء يهرب منها على طول بمتعة جديدة أو بمكافأة زي ما قلنا ممكن توصل المكافأة إلى مخدرات أو ممكن توصل المكافأة إلى محرمات كتيرة جدا جدا ومن الأفكار اللي بتساعد على إدمان المكافآت كمان فكرة إن طالما المتعة اللي بتمتع بيها بتمتع بيها نفسي مش حرام فإيه المشكلة إن أكثر منها زي بيزنبت واحد بيقولي ولا أكل الحلويات حرام آه بس أكل الحلويات على مريض السكر اللي ممكن تحصل لكم السكر حرام في ناس بيكون عندها فكرة إن أول ما أوصل لإنجاز أيا كان الإنجاز ده أو لما أؤدي مسئولية وأوصل لها بنجاح فلازم مكافأة نفسي بإني أرتاح ما أعملش حاجة بمعنى إن ما أعملش حاجة فأتوقف عن العمل كمكافأة لي وده بيرسق فكرة إن العمل مشقة وعقاب فيبقى إيه؟ فيبقى عايز يتفلت منه يا رب منه فبيكافئ نفسه إنه يرفع العقاب والمشقة والتعب والمزلة والمهانة اللي موجودة في العمل فيفرغ نفسه من العمل بس المشكلة بقى إنه هو مش بيفرغ نفسه من العمل ده بيفرغ العمل من قمته أصلاً فيبقى العمل خالي من الرجولة وخالي من العبادة أما لو جينا الإدمان المكافأة اللي بيظهر في رمضان فهو على سبيل الميسان إن الواحد يكون بيعمل العمل الصالحة والعبادة عشان بيدور على الأجر بس طحس كنت إيه؟ بس مش بيطلب ربنا عشان بيضمن إنه دخل عنده رصيد من الحسنات زي ما قلنا في الحلقات في بداية المعاملة مع الله ومش بس كده لكن لو حس إن اللي بيعمله مش هيعود عليه بالمكافأة سواء كانت المكافأة دي الثواب والرصيد اللي هينزله في شكل حسنات زي اللي هينزله في شكل كريدد في بطاقة المرتب وتكون المكافأة هي استجابة دعوة مثلاً أكان بيدعيها طول الشهر فلولا إن الحاجة من المكافأة دي ما حصلتش بيقدي إلى قلق وساعات بيشك في جدوة الطاعة أقول لكم حاجة وساعات بيشك في ربنا ويبتدي يشك في ربنا اللي قابله في رمضان والأسوأ إنه يشك في علاقته بربنا وفي كرم ربنا وفي فضله لأنه شايف إن المكافأة اللي هي المعيار في علاقته بربنا ما حصلتش طب تعالوا بقى نرجع ودوء كده ونرجع خطوة الور ونسأل حضرة النبي ونعيش مع حضرة النبي ونسأل إحنا ليه بند من المكافأة مع ربنا عشان إحنا في الحقيقة ما عندناش هذا الرضا الذي تكلم عنه ورسول الله ورضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس لأننا للأسف بنعيش بوهم خطر جداً 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 وهو الاستحقاق إحنا مستحقين أنا عملت العمل الصالح فأنا أصبحت مستحق فأظن إن العمل الصالح بيجعلني مستحق للثواب أو الله وكثير من الناس بتقول كده وكثير من الناس هتتفاجئ إن أنا بقول لها كده وإننا إذا فعلنا الطاعة بيجب على الله قابلها ومكافأتنا بالحسنات بل وكمان واجب عليه إنه هو يضاعف لنا الحسنات في رمضان بس دود ما ينفعش ويجي بقى رحمة الله دود ما سأله ويقول لك نعمل إيه في قوله تعالى والله يضاعف لمن يشاء فالمضاعفة هنا ده نعمة بعد النعمة ده فضل بعد الفضل ده مش فرض على الله ده ربنا سبحانه وتعالى يضاعف فضلاً منه ومنا فالمضاعفة السبب ده محد فضل من الله يعني يعطيه لمن يشاء ويمنعه عن من يشاء ترجمة نانسي قنقر